موجز الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم أقرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المسجد كوفي 19 في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أقرت عددا من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا من بينها تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوعين ابتداء من الأول من إبريل 2020 واستمعت اللجنة في اجتماعها عبر دائرة تلفزيونية مغلغة إلى موجز ملخص من رئيس اللجنة الدكتور سالم الخنبشي لما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية والجهود المبذولة لحماية المواطنين ومستوى تنفيذ الإجراءات الحكومية السابقة والمتصلة بالتدابير اللقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد تدارس المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه الاستثنائي المنعقد برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية على ضوء التحديات الراهنة والمتمثلة في الآثار المستجدة جرى وباء كورونا الذي يجتاح العالم وما خلفه من آثار وصعوبات اقتصادية وناقش المجلس عبر دائرة تلفزيونية مقلقة لأثار المحتملات للوباء على الاقتصادات العالمية والعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني في مختلف الجوانب وليات تخفيف حدة التداريات على المواطن اليمني ومعيشته وقوته اليومي بما في ذلك أسعار المواد القذائية الأساسية وضمان توفير مخزون استراتيجي وبأسعار مناسبة دكت مدفعية الجيش الوطني وطيران تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات وآليات تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة صرواح غرب محافظة مارب وقال مصدر عسكري إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية في صرواح وأسفر القصف عن سقوط قتلى وقرحة في صفوف المليشيا الحوثية وبالتزام استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات تجمعات وآليات تتبع المليشيا الحوثية بينها أطقم محملة بتعزيزات بشرية وأدت الغارات إلى تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها تمكن الجيش الوطني في محور علب بدعم واسناد من مدفعية تحالف دعم الشرعية باليمن تمكن من تحرير مناطق جديدة في مديرية باقم بمحافظة صعدة في هجوم واسع على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية وقال قائد محور علب اللواء ياسر مجلي قوات الجيش الوطني بمحور علب نفذت عملية هجوم واسع على مواقع مليشيا الحوثي في مديرية باقم وتم السيطرة على بعض المواقع في منطقة الجروف المطلة على الخط الدولي وتثبيت كافة مواقع تبت نايف واضاف اللواء مجلي أن الجيش الوطني استطاع تدمير العتاد العسكري الذي كانت تستخدمه المليشيا الانقلابية في عملياتها العسكرية ضد مواقع الجيش الوطني في الزماح نفذت وحدات من الجيش الوطني مصنودة بمدفعية التحالف العربي عملية التفاف النوعية على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة واضح قائد الواء حرب واحد العميد محمد الغنيمي أن أوحدات من الجيش الوطني سيطرت على تبة السفينة في منطقة عار بمديرية الصفراء بعد عملية التفاف لأبطال الجيش الوطني على مواقع تمركز المليشيا الانقلابية وشار إلى تدمير مواقع القناصة التي كانت تتمركز في تبة المصطرة بعد عملية كمين محكمة قام بها أبطال اللواء أفشلت القوات المشتركة محاولة تقدم لمليشيا الانقلاب الحوثية باتجاه معسكر الجب الاستراتيجي شمال محافظة الضالع وذكرت مصادر عسكرية أن مجامي حوثية حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني في جبهة الجب جنوب مركز الفاخر بمديرية قعطبة وأضافت المصادر أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا بعد ساعات من اندلاع مواجهات عنيفة استخدم خلالها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأوضحت المصادر أن المواجهات أسفرت عن تكبيد المليشيا الحوثية خسائر فادحة في الارواحي والعتاد القتالي فيما لاذا من تبقى من عناصرها بالفرار تهلا موجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة